جفاف الجلد من المشاكل اللي بيعاني منها البعض فينا سواء كان الجفاف ده بسبب طبيعة في الجلد يعني نقص المادة الدخنية المفرزة على الجلد بتكون قليلة أو نتيجة بعض الأمراض اللي بتصيب الجلد زي أنواع من الإجزيمة زي الأطابيك درماتايتس أو نوع من أنواع الألرجي إن الجسم ده بيبقى عنده حساسية للتعرض لبعض المواد الكيميائي في حاجات بتزود جفاف الجلد زي التقدم في السن فإنتاج المادة الدهنية اللي بترتب جلدنا دي بتقل أو التغيرات الجو زي اللي بيحصل دايما في الشتاء نتيجة انخفاض درجة الحرارة وكمان انخفاض درجة الهوميدي أو درجة رطوبة الجو فده بيتفاقم مع مشكلة الجفاف الجلد الجاف بيبقى دايما بيعاني من وجود بعض القشور ومن الالتهابات المتكررة وكمان رغبة في الهرش علشان نعالج المشكلة دي أولا لازم نعالج أي مشكلة جلدية موجودة زي ما قلنا الإجزيمات أو الألرجي لازم نعالجها أولا وبعد كده بنغير من بعد العداد بتاعتنا الاستحمام بيبقى من مرتين لتلاتة في الأسبوع بنستخدم دايما صابونة مرتبة بتبقى خاصة بالجلد الجاف بنستخدم المياه الفترة ونمتنع تماما عن استخدام المياه السخنة وبعد الحمام مباشرة لازم نرتب الجلد باستخدام مرتبات أو كريمات بتبقى تقيلة شوية مخصصة للجلد الجاف في مقولة بتقول اعطي الناس ابتسامة فقد يكون هذا أفضل ما يجدوه أحدهم طوال يومه المقولة دي مش من فراغ ابتسامة واحدة ممكن تهون على الواحد الكتير وساعات بننسى مشاكلنا وهمومنا لما بنشوف أقرب الناس لقلوبنا بيبتسموا ساعات الابتسامة بتحل الصبر في قلوبنا والابتسامة في الطب ليها معايير في الجمال عشان كده طب الأسنان دايما مهتم بتجميل الأسنان والحصول على أفضل ابتسامة فقرتنا دلوقتي هتكون مخصصة عن معايير الابتسامة الجميلة وهيشاركني فيها ضيفي العزيز الدكتور أحمد أفاص استشاري طب وجرحة الأسنان أهلا دكتور رحمة موضوع الابتسامة ده كتر أول يومين دوله ابتسامة هوليوود والناس كلها عايزة ابتسامة جميلة ايه معايير الابتسامة الجميلة ويعني هل هي ثبتة ولا تغيرت مع الزمن لا الحقيقة ان زي ما الابتسامة الجميلة مطلب طول الوقت هي كمان بتتغير طول الوقت واللي كان زمان كويس او موضة او طلع الناس حباها دلوقتي ممكن ما تبقاش الناس حباها الغريب بقى دكتور أيمان كمان ان الموضوع الابتسامة الجميلة تقييمها مختلف من ثقافة لثقافة او من بلد لبلد ومختلف جوه البلد الواحدة كمان على حسب المستوى الاجتماعي والثقافة للأشخاص بتوحها في ناس لحد النهاردة شايفة ان الفرق اللي ما بين الأسنان الأمامية ده جالب للحظ وشكله جميل جدا الفلجة بالزبط حاجة زي جدا ومن معايير الجمال والحياة ان هو غير صحي وغير جميل في معايير تجميل الأسنان بالزبط كده في بعض الأماكن او شعوب معينة يعني حتى في منطقتنا العربية بتحب الألوان الفتحة جدا للأسنان يعني بيحب الابتسامة بتاعته يقولك تنور يعني يتبقى فتحة جدا وحتى لو شكلها بين ان هو عامل أسنانه بس هو حابب ده حابب ده وده اخدنا للون برضو لان هو اللون من معايير الجمال وجاء فترة كده كل الناس بيادت أسنانها قوي قوي اللون الفائع زيادة عملها بالتبشير بالزبط ده بقى ده موضة يعني ده كان وقتها موضة لكن حتى وقت بعد ما الموضة راحت لسه لحد النهاردة في ناس حبة ده حبة اللون ده وشايفة ده هو اللون الجميل وشايفة هو الحاجة اللي تبقى مبسوطة وهي بتتحكي كده بس ده بيرجعنا لنقطة مهمة دكتور ايمان هو احنا ليه بنعمل تجميل أسنانه يعني مين المفروض يكون مبسوط بتجميل الأسنان هل الدكتور اللي بيعمله ولا الشخص اللي عمل تجميل أسنانه المفروض الشخص المفروض الشخص المفروض ان هو يكون واسق في ابتسامته دي حتى لو معاييره مش مناسبة للمعايير الطبية المظبوط احنا في الاخر بنعمل تجميل فمفيش معايير نقدر نقول عليها ان هي اه مية في المية ده المناسب لكل نمشي عليه لكل الناس في الاخر هو مقصود بالتجميل تدعيم الجانب النفسي والاجتماعي للمريض يعني اللي جاي عايز يدور على تجميل ده عايز يكون وعنده احتياج عنده احتياج دي وعايز يكون مقبول في مجتمعه اكتر واجتماعيا يعني شكله احسن بالفكر وبالاسلوب اللي هو محتاجه اللي هو شايفه احنا بنحاول نلبيله الرغبة طيب عموما بقى المعايير ايه هي الحالية واللي تتطفق برضو مع طب الاسنان وبتوافقوا عليها وتمنحوها للمرضى بتعقب احنا تدوروا على ايه و ايه و ايه احنا دلوقتي المبدأ او الحاجة الجديدة في طب الاسنان او اللي احنا شغالين عليه الفترة دي ازاي يباني الموضوع كأنه ما حصلش كأنه ما حصلش يعني انت جملت اسنانك يعني الصنعة ما تبانش فيه قوي ما تبانش خالص يعني ازاي نخليها طبيعية 100% او نقرب من الطبيعة المية في المية الطبيعي يا دكتور ايمن دايما يكون صحي ايوه يبقى لازم التجميل ده ما يعملش مشاكل ما يبقاش لعامل قلم ولا عامل مشاكل في اللاسة ولا عامل روايح وحشة ولا عامل اي حاجة فقط يعني خاليني معرفش اكل مسلا بالزبط يبقى ده اول حاجة الحاجة التانية انه هو لازم يكون في العشوائية بتاعت الحاجة الطبيعية ما ينفعش يكون استنباط اه مرصوص رص ما ينفعش يكون رصة بالمسطرة اه لازم نعمل حاجة تبين ان الموضوع يبان طبيعي لانه ما فيش حد سنانه زي ما الكتاب بيقول النسبة على العرض على طول 80% او ما فيش حد كده لازم بنعمل حاجة تخلي الموضوع يبان طبيعي شوائي الحاجات اللي هي التعروجات اللي على السطح بتاع الاسنان ازاي نلعب فيها ازاي نخليها ومش معنا ان احنا نعمل تعروجات نحن نعملين السنان كلها نفس شكل التعاريك برضو ده مش طبيعي الطبيعي دايما فيه سنة او جزء من العشوائية بيدي الحاجة جمال تمام واللون اللون بقى اختيار اختيار اللون اختيار اللون ده يعني احنا بنختاره بمعايير كتيرة جدا جنب رضا العميل او اللي بيعمل تجميل عنها ان الموضوع يبقى مش باين ويبقى في نفس الوقت مدي الابتسامة الجمال بتاح بدون ما يبقى جمال يعني او بياض صارخ زي ما بيقولوا وفي نفس الوقت مدي ابتسامة لايئة وجميلة وما فيهاش مشاكل وبينها طبعي هل في علاقة من لون اسناننا ولون نحن شخصيا ده علاقة يعني 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 لو عملنا الواحد بشرته غامق شوية لون واحد ابيض لون هو هو اللون بتاع الاسنان هيبان على الشخص اللي اللي اللون غامق فتح جدا وعلى الشخص التاني ممكن يبان طبيعي على شخص اللي بشرته لونها أبيض هيبن طبيعي علشان أصلا فرق اللون بتاع البشرة مع الأسنان طيب قولي بقى الأشكال من الأسنان اللي بتجيلكم محتاجة يعني شغل عشان تبقى ابتسامة كويسة وإيه فروع طب الأسنان اللي بتتعامل مع الأسنان توصلها لابتسامة جيدة حاليا كل فروع طب الأسنان لازم تبقى حتى في اعتبارها هو شغال الشكل النهائي والمنتج النهائي اللي هيحصل يعني ابتسامة دي مش تخصص واحد معين لا خالص دي تضافر أكتر من تخصص لكن أبرزها احنا بنتكلم طبعا على البيريو أو أمراض اللاسة التشكيل بتاع اللاسة ونوصل للون الكويس والشكل الكويس لها مستحيل ابتسامة كويسة يبقى فيها جمي سمايل أو لسة بينة كتير بسامة لساوية أو فيها مشاكل في اللاسة بينة أو أي لون غامق لللسة ده مستحيل توصله كمان اللون الغامق رجعنا لموضوع اللون اللون الغامق لللسة بيبين أي لون فاتح يعني أي لون للأسنان أفتح بكتير من حقيقته من حقيقته لأن لون اللسة هيعمل كونترست معلون للسنان الفينير اللي هو الشرال اللي بتحطوه على السنين الفينير اللي هو الشرال تجملية الكراون اللي هو فول ك boundaries من كل ناحية اللي هو التربوش الساعات بنحتاج 2 وممكن في بعض الأحيان لا نحتاج لده ولا ده ويبقى الموضوع عبارة عن حشوات تجملية بس حشوات تجملية بالسنة زي ما هي لا بنغطيها بإشرة تجميلية ولا بنعمل لها تربوش وتؤدي الغرض طيب السنة بقى اللي ملخبطها وحدة قدام وحدة وراء وحدة سيارة وحدة طويلة بنخش بقى في تخصص تاني يعني وحدة طويلة وحدة سيارة ده ممكن يتعالج بالفينير لكن وحدة القدام وحدة الوراء هيبقى لازم تعمل يا كراونز يا إما تروح بقى لأصل الموضوع خالص ونشتغل تقويم 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 طيب أنا عايز أوري لمشاهد شوية صور حالك جيبها لنا اللي هي بتبين المعايير الابتسامة الجميلة يعني دي تركيبات دي مش أسنان طبيعية دي أشور تجميلية معدل إنعكاس الضوء منها مقارب جدا للأسنان الطبيعية التعرجات والمع العلمة يا دكتور قام إن الصورة دي مقربين جدا يعني إحنا شايفين تفاصيل ممكن ما تبينش بالنظر العادي ولو فيها ظاهر عيوب بتبين يعني لو فيها أي عيب لازم يبين على المستوى ده من التقريب هنشوف برضو صورة كمان أيوة هنا بقى الكيس دي أو يعني الابتسامة دي أو التركيبات اللي معمولة دي إحنا مختارين لون مش فتح قوي البشرة بتاعت المريض مش مش فتح قوي فإحنا مختارين اللون ده لو فتحت عن اللون ده أكيد هتعرف إن عامل حاجة يعني على طول طول ده عامل بالضبط الحاجة الثانية يعني برضو ده من قدام أنت مش هتحسوا ها وفرق اللون يعني مفيش أي فرق اللون من الأسنان اللي فوق والجزء اللي باين من الصغير ده من الأسنان اللي تحت يعني إحنا مش عاملين غير الأسنان اللي فوق بس يعني مش عاملين حاجة في اللي تحت ازايت متش الكلام ده دي صورة قبل ما نشتغلها أيوة ده كان قبل ما نشتغل البروفايل بتاعها كان بالشكل ده وتلاحظ بقى دكتور أيمان في الصور اللي هي قبل فرق الألوان عامل إزاي وإزاي التركيبات اللي موجودة عاملة أزية للأسنان ونخليها اللون الأحمر الداكن ده وباين كمية من التسويسات على الأسنان المجورة يعني هي دي اللي فاتت بعد ما شتغلت دي بعد ما شتغلت بالضبط وبرضو بنرجع لموضوعنا كله إنه هو الدعم النفسي اللي بيحتاجه أو بيوصله بعد التجميل وسيقته بقى في نفسه وسيقته في ابتسامت وبعد ما يخلص وسيقته الاجتماعية بالضبط بشكرك أترى أحمد وأتمنى ليك دوام لابتسامة جميلة ولكل شخص بتحبه في حياتك أتمنى نفس الأمنية لكل مشاهدينك كرام لأن أفضل ابتسامة هي اللي بتنبع من الأعماق والابتسامة دي هي اللي بتقدر عن نفاذ إلى قلوب الآخرين من حهم الأمل والتفاؤل عايزة أفكركم بحسابنا على الفيسبوك اللي من خلاله تقدروا تبعت لنا أي سؤال في بالك وعن أي مشكلة صحية بتعانوا منها احنا دايماً بنخصص وقت في حلقتنا للإجابة عن أي استفسارات لكم قبل ما سيبكم عايزة أقول لكم ما تأجلوش أي قرار وغدينه لتحسين حياتكم وصحتكم وابتكروا دايماً إن اللحظة اللي احنا فيها دي هي دايماً أنصب لحظة تقرر فيها تبدأ الحياة بالشكل اللي انت بتحلم بين نفسك أشوفكم في حلقة جديدة من حكيم في بيتك ليكم إني أرق التحيات وأشوفكم دايماً بألف عفو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة